على فكرة لي كلارك الإنجليز المدير الفني للمريخ تحدث مع الزميل محمد توفيق مراس القناة الآلي عن ظروف هذه المباراة نشوف مباراة النادي الأهلي المباراة العودة مباراة حسيمة في مشوار التأهل أهدفك من مباراة وشاف مباراك بكرة إزاي يمكنك أن تؤلسك أن يكون معه لك إلى التعامل في الانتابتك النقائي هذا ما تعتقد؟ كل محاول ذلك الجهاز يتم هناك هو شيء ни جدا وهناك فيها مدد المبارسة في بعض الأمريكية وتعتمج أبدا أنه هو مدد المساعد في بعض الأمريكية سرويه السعيد جميل أنا أحيانا فأحزانا لك ليس لك فرغبهم أمي المشاهدين أعتقد أن نستطيع إمكاننا المستقبل عندما كله كانت هناك في وقت شهد سوى يجب أن نفع 3-2 إلى مدرسة. يمكننا أن نفعها بشكل أفضل ثم يمكننا أن نفعها بشكل أفضل لنضعنا بشكل أفضل. طبعاً بنا نرى تلعب قدام الأهلي طبعاً نادي كبير ونادي عريق وقدام مدرب مثل بيتسو موسماني أنه أثبت أنه الأفضل في أفريقيا. ده مباراة مش سهلة. زي إحنا عملنا من أسبوعين فاتو عملنا أداء كويس جداً ونحاول نعمل نفس الأداء إن شاء الله يتوقع في أفضل هذا المباراة بكرة. إن شاء الله كل حاجة تمام. شايف موقفه في المجموعة حظوز الصعود من الآرب لصعود في أفضل. شايف شركت أن تقدمت من هذا المباراة؟ لا، إنه مباراة. لا أعتقد أن أحد مباراة هو أفضل. إنه يعتقد نفسه من أن يأتي تنظر ومن يعتبر من يشعر والقرائزة ومن ثم الواقع. هذه المباراة كانت مباراة والأفضل ومباراة. وحظوز الصعود سعود في الأفضل. الآن نحن نحن نشيح على طبقه منهم. ما شرحنا نحن 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 فينا بالجربية من المعرفة في هذا المعرفة. لذلك يتوقفون كل شركة من النحن. لكننا نحن نشيح. ونحن نشيح بالجربية. هذا هو اللهم وجود لعبتي في الشركة. لقد انتهت هذا المعرفة في المساعدة ومعني أن أعمل تعمل مع أفريقاء في أفريقيا. فقد وفتح التحليل. تحب المجموعة صعبة جداً بين الثلاث فرق الهلال والأهلي والمريخ بحاول نعمل أكبر حاجة نقدر عليها عشان نقدر نعمل نفس الأداة اللي عملناها المرة اللي فاتت وأنا شايف أن المجموعة صعبة جداً على الثلاث فرق نشوف اللي هيعمل أداء كويس ولا يقدر ياخد المطشين اللي جاين دول هيبليل الحظوص أنه يصعد المجموعة طبعاً شيكرا بالنسبة لي وده حاجة يعني سبب من أسبابه خلاني أرجع لنادي المريخ أن المجموعة صعبة وطبعاً المجموعة الصعبة ببين أن في مدربين كويسين بيشتغل مع بعض أنا عايز أزبط ده شكراً هو شوفوا حتسمعوا هذا الكلام من المدربين المحترمين دائماً الإشادة بالمنافس أخصصاً لما يكون منافس ده النادي الأهلي لأنه التاريخ خليك تقول هذا الكلام لكن النبرة الهادية التي يتحدث بها المريخ عن مباراةه مع النادي الأهلي الحقيقة حاجة نتمنى أن تسود بين كل الأندية مع الأشقاء وفي نفس الوقت المريخ لما بيقول ده ملعبه هو أخلاص هو ملعبه هو متأقلم عليه هو أكانه في معسكر دائم في مصر حتى المناخ ودرجة الحرارة والموعد التدريب والملعب والإحساس بالملعب وهو ليس غريباً هو يعني صاحب بيت آه هو صاحب بيت فحظوظه حظوظ صاحب البيت كان الكلام على يجارب من تدريبه على فكرة النهار ده أيوة الماتش صعب لأنه هو تبادل مع الهلال الفوز والهزيمة يعني الغريبة بقى أنه خسر على ملعبه اللي هو هنا وكسب على ملعب الهلال لا العكس أيوة هو كسب في ملعبه هنا وكسب هنا وخسرنا منطقي يبقى نتائج الهلال والمريخ منطقية حتى التعادلات عشان كده المجموعة محطوطة في هذا الضغط الكبير جداً يعني ولذلك النتيجة الوحيدة الشازة لو أنت كسبت هنا هتبقى مجموعة عجب صحيح اشتركوا في القناة